الكويت حيث تصدر مقطع فيديو للفنان المصري شيرين عبد الوهاب لترنت خلال إحياء حفلة بالكويت ليل أمس حيث ظهرت شيرين وهي عم تبكي متأثرة خلال تأديد أغنية لإلى مدحس بنيش على المسرح واتنقى المتابعين وجمهور شيرين الفيديو وعلقوا وقالوا دموعك غالية يا شيرين ووجهت شيرين رسالة مؤثرة إلى الجمهور وقالت وحشتوني حبايب قلبي الدنيا من غيرك وحشة وانتو أغلى الناس ليه عاوزين أغنيات حزينة بتفكرني بأيام وحشة وقتالت شيرين بلوك رياضي فرتتت بانطنون المياه مع هدي باللون الأسود منروح إلى النجم المصري عمر الدياب حيث تصدرت صور واجهة برج خليفة بدبي بصورة رفقة مع الأعلان عن تعاون حصري جديد بين الهضبة وتطبيق أنغامي وذلك بعد حفل خاص أقيم احتفالا بتعاون الجديد بين الطرفين فقبل أسابيع حذف الفنين عمر الدياب جميع أغنياته عن قناته الرسمية على يوتيوب لا يعلن لاحقا عن تحميل جميع أغنياته حصريا على تطبيق أنغامي خبر التالت شاركة الفناني شيرين رضا متابعين عبر فيسبوك أغنية سيبهولي من مسلسل شغلي عالي قالي رح تشارك فيه بالسباق الرمضاني لعام 2022 وجهة الأغنية بين شيرين والفناني فيفي عبدو وكأن تحدي بين النجمتين وبتظهر كلماتها الأغنية أو بتظهر وجهة نظر كل منهم بذوق الرجل مسلسل شغلي عالي من بطولة فيفي عبدو وشيرين رضا ومروان يونس ومن إخراج مرقص عادل ومن تقليف حسين مصطفى محرم وتحت شعار النساء من أجل القيادة وتزامنا مع اليوم العالمي للمرأة وقيمت الدورة الخامسة من مهرجين بيروت الدولي للسينما المرأة مكرمة الممثلة اللبنانية تقلى شمعون عن شخصية العام 2022 النسائية عبرت تقلى عن ساعدتها الكبيرة بها التكريم وتحدثت عن تكريسة لحياتها للفن الأمر الذي جعلت تخلى عن خيار الأمومة والملفت كانت مسندة وحضور زوجة توني فرجالة للحفل والذي عبر عن فخره فيها وبنجحتها والخبر الأخير تصدرت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارديشين تراند هالأسبوع بعد إطلالتها بعارة بالنسياجا خلال أسبوع الموضة ببريز بزي غريب مغطى بالكامل بشريط لاصق باللونين الأصفر والأسود وبيحمل عالمة بالنسياجا التجارية كما حملت حقيبة يد من نوع أورغلاس مغطيت أيضا بالشريط لاصق المذكور وقامت كيم بتوثيق العملية وراء الكواليس على إنستجرام حيث تمت الاستعانة بأربع عضاء من فريق بالنسياجا لوضع الشريط اللاصق على البدل السوداء يلي كانت عم ترتديا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر